مصر التاران واستناف مصر التاران للرحلات الخاصة بها من أول سبعة هنشوف محضراتكم دلوقتي الموقع اللي من خلاله مصر التاران موقعها أعلنت عن الرحلات اللي هتسيرها بإذن الله ابتداء من يوم 1 يوليو 2020 زي ما حضراتكم كده شايفين في الشاشة ودي الأماكن اللي هتطلع منها الرحلات بإذن الله ابتداء من 1 سبعة لمختلف دول العالم زي ما حضراتكم كده شايفين دول كتير جدا بدأت تشتغل وبدأت تفتح مطاراتها مصر التاران من يوم 1 سبعة لحد يوم سبعة سبعة هتطير طيارات هتطلع رحلات من القاهرة هتتجه لابوظابي ودبي والشرق وقاديس أبابا وامستردام وقاتينا وبيروت وبرلين وبروكسل بودابست كوبيناجن أربيل فرانكفورت إسطنبول لندن ميلن ميونخ نيويورك فارس فيينا واشنطن وتورينتو كندا كمان هيكون فيه رحلتين في الفترة من 8 يوليو لـ 14 يوليو لبغداد ودار السلام وجوانزو وجينيف هيبقى فيه إن شاء الله 3 رحلات يوميا في الفترة من 15 يوليو لبرشلونة ودار السلام ومدريد ودي الرحلات إن شاء الله بالنسبة لمصر التاران يقدر الناس تدخل وتحجز عليها ابتداء من 1 سبعة بإذن الله كمان أكدت مصر التاران هيتم تبايع عن حقيقة الإعلان عن باقي الرحلات وفقا لموافقة الدول يعني كل الدول اللي مصر التاران هتنزل لها ده طبعا بناء على تنسيق مع هذه الدول عشان تستقبل هذه الرحلات وطبعا في مجموعة من الاشتراطات مصر التاران بترجم من المواطنين اللي هراغبين في الحجز إنهم يدخلوا على موقع مصر التاران زي ما حراكم شايفين ويشوفوا إيه القواعد الخاصة طبعا بالتعامل مع كورونا لأن الطيران ما قبل كورونا غير الطيران ما بعد كورونا ده طيران وده طيران تاني ده اشتراطات وده اشتراطات تانية فنرجو من الناس اللي حابة تحجز على مصر التاران زي ما حراكم كده شايفين أول رحلة هتبقى أو بداية الرحلات من واحد سمعة تقريبا لأماكن كتير جدا نشوفنا أمريكا أماكن كتير في أوروبا معظم المطارات في أوروبا أو في أسيا في أمريكا الشمالية فزي ما حراكم شايفين كده يقدر بإذن أو نقدر إن شاء الله نحنا نبتدي تاني الطيران يشتغل بإذن الله نحن تسافر تشوف أعمالها ولكن إن شاء الله مع الإجراءات الاحترازات ترجمة نانسي قنقر